بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحياء والتطبيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن على أعتاب نهاية الفصل الثاني القطوع المقروطية اليوم رح نكون مع امتحان القطع الزائد فقط ورح يكون عندنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله امتحان الفاينال واليوم سترون حلول الأسئلة الأربعة الخاصة بالامتحان والسؤال الأول طبعا كل الأسئلة اللي شفتوها هي مستنبطة من أسئلة وزارية سابقة والسؤال الأول إذا كانت النقطة P3L نقطة تنتمي إلى القطع الزائد X تربيع على واحد ناقص Y تربيع على ثمانية يساوي واحد المطلبين عندي جد قيمة L المطلب الأول ثم جد طول نصف القطر البؤري المرسوم من الجهة اليسرى من تلك النقطة بالنسبة إلى مدارس المتميزين النقطة نفسها 3L is a point belonging to the hyperpola وناطين المعادلة find the value of L المطلب الأول then find the length of the focal radius from the left side of that point إذن عندي مرحلتين لحل السؤال المرحلة الأولى إيجاد قيمة L وإذا مر القطع الزائد بنقطة فإنها تحقق معادلته إذن رح أجيء أعوض تعويض مباشر أم كان الأكس رح أعوض ثلاثة وأم كان الواي رح أعوض L إذن معناها رح يصير عندي تسعة على واحد اللي هو تسعة ناقص L تربية على ثمانية يساوي واحد التسعة تحول إلى الطرف الآخر يعني معناها رح يصير عندي يؤدي إلى سالب L تربية على ثمانية يساوي رح يصير عندي واحد ناقص تسعة اللي هو سالب ثمانية يعني معناها يؤدي إلى L تربية تساوي أربعة وستين يعني معناها يؤدي إلى أن L تساوي موجب أو سالب ثمانية إذن صار عندي نقطتين النقطة الأولى هي رح تكون P1 والنقطة الثانية رح تكون P2 إذن هنا لا على التعيين رح أجي أثبت P1 والP2 الP1 الX مالتها ثلاثة والY مالتها ثمانية والP2 الX مالتها أيضا ثلاثة والY مالتها رح يكون عندي سالب ثمانية إذن استخرجت قيمة L واستخرجت النقطتين بالواقع هي P1 ثلاثة ثمانية وP2 اللي هي ثلاثة سالب ثمانية ورح تقولون عدنا سؤال بالتمارين بالوزاريات عدنا سؤال يشبه إلى حدمة والسؤال كان P6L تنتمي إلى القطع الزائد والL بوقته طلعت جذر ثمانية موجب أو سالب جذر ثمانية المطلب الأول انتهينا مننا استخرجنا قيمة L المطلب الثاني دا يريد مني جد طول نصف القطر البؤري focal radius length of focal radius المرسوم من الجهة اليسرى من تلك النقطة إذن لازم أجي أحسب البؤرتين زيان البؤرتين منه عندي الأي تربيع يساوي واحد القطع الزائد الأي تربيع هو مقام الحد الأول الموجب دائما الB تربيع يساوي ثمانية يعني معناها السي تربيع تساوي أي تربيع زائد بي تربيع اللي هو واحد زائد ثمانية اللي هو تسعة إذن معناها السي تساوي ثلاثة البؤرة اليمنة اللي ما أحتاجها هي ثلاثة صفر والبؤرة اليسرى اللي أحتاجها هي سالب ثلاثة صفر زيان دا يريد مني دا يريد مني جيد طول نصف القطر البؤري من الجهة اليسرى يعني المطلوب من عندي اما اقول P1 F2 او اقول P2 F2 كيفك اذا نسى هنا هذه الافوان اللي هي 30 اذا هذه الافوان رح تكون جوا نقطة مباشرة لان هنا الاحس مالاتها 3 اذا هذه الافوان اللي هي 30 وهذه الافوان اللي هي السالب 30 وطول نصف القطر البؤري من الجهة اليسرى اذا تحديدا رح يكون بهذه الصورة اذا خلي اطيء اللون الاخضر اذا معناها القطعة المستقيمة الواصلة من الافوان الافوان او من الافوان 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 كيفك اذا في كل الاحوال قانون الجذر اذا قانون المسافة رح يصير عندي 3 ناقص 3 تربيع اذا هنا اكيد رح يكون 3 زائد 3 تربيع لان النقطة 3 8 وهي السالب 3 صفر اذا 3 ناقص ما القانون وهي السالب 3 صار زائد 3 تربيع زائد 8 ناقص صفر تربيع اذا جذر 3 زائد 3 6 تربيع 36 8 تربيع 64 يعني معناها رح يصير عندي جذر المية ويساوي 10 تكتب عليها يونت تكتب عليها وحدة طول اذا هذا ما يقص السؤال الاول تقسيم الدرجة الرسم ما عليه ولا درجة الرسم اليك اذا انا سنقسم الدرجة بالصورة التالية اللون الاسود سيكون عليها 5 درجات واللم الازرق سيكون عليها 7 درجات واللم الاحمر او الجوزي سيكون عليها هنا عفوا اريد افرق من 25 اذا معناها خلي يكون المطلب الأول إذن هذا رح يكون عليه عشر درجات بسبعة بثمانية إذن صار عندي خمسة وعشرين درجة بالنسبة للسؤال الأول وأعتقد سؤال بسيط جدا وكلكم أخذتوا بي درجة كاملة إذن السؤال الثاني والسؤال الثاني أيضا بسيط قطع زائد معادلته HX تربيع ناقص KY تربيع يساوي 144 وقطع ناقص معادلته 9X تربيع زائد 25Y تربيع يساوي 225 كل منهما يمر ببقرة الآخر جد قيمتي H وكي تنتمي إلى R Hyperpola of Equation ونعطيني معادلته and an ellipse of Equation نعطيني معادلته 9X² plus 25Y² equal 225 each passing through the focus of the other find the values of HK belong to R إذن ماخذين ملاحظة إحنا إذا وجد قطعان زائد وناقص وكان كل منهما يمر ببقرة الآخر فإن بقرتين القطع الناقص هما رأسي القطع الزائد ورأسي القطع الناقص هما بقرتين القطع الزائد إذن راح أجي أقسم الورقة إلى قسميا وكل قسم راح يتحدث عن قطع إذن هنا راح أجي أقول قطع ناقص وجماعة المتميزين راح يكتبوا لي ellipse وإهناك راح أقول قطع زائد وجماعة المتميزين راح يكتبوا لي هاي بوربولا الزائد هسه أجي أقسم المعادلة على ميتين وخمسة وعشرين يعني المعادلة راح أصير عندي راح أصير X تربيع على خمسة وعشرين زائد Y تربيع على تسعة يساوي واحد يعني معناها A تربيع تساوي خمسة وعشرين يعني معناها A تساوي خمسة بعد B تربيع تساوي تسعة يعني معناها B تساوي ثلاثة وحتى لو ما حاسب ال-B ماكو مشكلة C تربيع هاليش الساوي C تربيع تساوي أي تربيع ناقص B تربيع يعني معناها خمسة وعشرين ناقص تسعة وتساوي ستعاش إذن معناها C تساوي أربعة البؤرتين على يوم محور البؤرتين على محور السينات إذن رح أقول موجب أو سالب أربعة صفر هذه مقابيلها رح أكتب رح أجي أكتب بؤرتين القطع الناقص فوسي فوسي أوف إليبس زين تريد تقول وهما رأسي القطع الزائد وهنا تقول لي الأي تساوي أربعة تريد تقول إذن موجب سالب أربعة صفر رأسي القطع الزائد وبعدين تقول لي الأي تساوي أربعة كلاهما صحيح ماك مشكلة إذن هنا بؤرتين القطع الناقص وهما رأسي القطع الزائد وهما رأسي القطع الزائد إذن سأقول فوسي أوف إليبس أو فيرتز أو فيبر وبعد البؤرتين موجب سالب أربعة صفر الرأسي هنا شنو موجب أو سالب خمسة صفر إذن هالي أكتب مقابيلها أكتب رأسي القطع الناقص وهما شنو وهما بؤرتين القطع الزائد إذن هنا من يقول كل منهما يمر ببؤرة الآخر فإذن الموجب أو سالب خمسة صفر فيرتز أوف إليبس آر ذا فوسي أوف هايبر فولا إذن معناها راح أستنتج راح أجي أستنتج بأن السي تساوي خمسة صار عندي أي معلوم السي معلوم إذن العلاقة الرئيسية معين فورميلا اللي هو سي تربيع تساوي أي تربيع زائد بي تربيع يعني معناها راح يصير عندي خمسة وعشرين تساوي ستعش زائد بي تربيع يعني معناها البي تربيع تساوي تسعة بالمناسبة القطعين الزائد والناقص إذا كان كل عفوا إذا كان كل منهما يمر ببؤرة الآخر فالبي تربيع ماذا يقول لي find the equation of hyperbola يقول لي find the values of h k belong to r يقول لي جد قيمتين h وk تنتمي إلى r إذن ماكو داعي أكتب المعادلة اللي يريد يكتب المعادلة ويقارن شكو بيها ماكو مشكلة تريد لا رأسا نتقسم على 144 يعني اش راح تصير المعادلة راح تصير أكستر بي على 144 على h ناقص شنو y تربيع على 144 على k يساوي 1 طبعا هنا بالمناسبة أنا من وضعت السؤال كان بدي بأن أسوي هذا زائد فإذا مسوي زائد وانتا تأكدت البورة على السينات يعني معناها قيمة k سالبة يعني راح تجي تفرض k سالب z وتشتغل وبعد هنا تجي تستخرج الكيم على z وإذا مسويها هذه زائد ولقيت البورة تقع على محور الصادات يعني معناها هذا لازم يكون بالبداية راح تقول لي إذن h سالبة يعني معناها h سميها سالب z وتستخرج قيمة z والh هي عكس الإشارة المهم مردت أشت جني لهذا السؤال قلت خطية المهم الأي تربيع راح يساوي شنو الأي تربيع يساوي 144 على h وبعد وال b تربيع تساوي 144 على k الأي تربيع يعني معناها 16 تساوي 144 على h طرفين يساوي وسطين 16 h يساوي 144 يعني معناها الh يساوي 9 وبعد اش راح أقول هنا ال b تربيع اللي هو 9 تساوي 144 على k يعني معناها راح يصير 9 k تساوي 144 يعني معناها k تساوي 16 وان شاء الله السؤال هو سهل جدا تقسيم الدرجة في هذا السؤال تفسيق القطع الناقص هذا كله راح يكون عليه 10 درجات والاستنتاج هذا اللي ربطه بالقطع الزائد سواء كان حتى لو كان جوا الحل يعني ما تقسم إلى قسم استنتاج الاي والسيم القطع الزائد هذا راح يكون عليه خمس درجات وهذا راح يكون عليه عشر درجات إذن صار عندي المجموعة 25 درجة السؤال الثالث شوية صعب ما أقول شوية صعب ولكن جمعت بي فكرتين لسؤالين وزارية صعبة من أقول سؤاليا وزارية صعبة يعني في وقت الطلاب عانوا من عده لكن الفكرة الأولى نحن شارحيها بالمحاضرات وفصلناها بشكل تفصيلي بالوزاريات والفكرة الثانية أيضا نفس الشيء يقول إذا كان أفوان هي بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومعادلته قدامك ومعادلة دليله X تساوي 2M وكان F2 بؤرة القطع المكافئ الثاني جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتين F1 يعني لازم أعرف الأفوان شنو إحدى بؤرتين F1 وطول محوره الحقيقي يساوي طول القطع المستقيم F1 F2 إذن السؤال أكيد أول ما قرأته قلت هذا جمع لي فكرتين بأسئلة وزارية أن يحالها إذن يقول لي F1 is the focus of a parabola whose vertex is the origin and whose equation is y square equal 3x minus 9mx and whose directrix equation is x equal to m and F2 the foci of the parabola أيضا y square plus 8x equals 0 find the equation of the hyperbola whose center is the origin and one of its foci is F1 and the length of its real axis is equal to the length of citeride section F1 F2 إذن لحل هذا السؤال أعزائي لازم أمر بثلاث مراحل إذن رح أجي أزغر السؤال على مود الصبحة تكفي لهذه المراحل الثلاثة إذن رح أجي أقسم الورقة إلى ثلاثة أقسم القسم الأول أقول هذه المعادلة اللي هي Y تربيع ورما أستخرج X عام المشترك يعني رح يصير عندي ثلاثة ناقص تسعة M X ربما تشبه ال-Y تربيع تساوي أربعة PX وهذه ال-Y تربيع اللي هي ثلاثة ناقص تسعة M X ربما تشبه ال-Y تربيع تساوي سالب أربعة PX أنا لا أعرف هل هي موجبة أو سالبة بالضبط إذن ربما تشبه قانون البؤر السيني الموجب أو السيني السالب من سأسوي مقارنة يعني سيصير ثلاثة ناقص تسعة M تساوي أربعة P هذه معادلة رقم واحد زين أو شنو رح أقول ثلاثة ناقص تسعة M يساوي سالب أربعة P هذه معادلة رقم واحد زين بعد شنو رح أقول هنا إذا كان القانون هو السيني موجب فلابد أن بؤرته هي في صفر إذن هذه تمثل البؤرة فوكس أو باريب أو لا إذن هذه البؤرة يعني معناها معادلة الدليل شنو معادلة الدليل هو X تساوي سالب P إذن هذه معادلة الدليل زين هو ناطين معادلة الدليل X تساوي ثمين أم إذن ذول اثنين هم تمثل معادلة الدليل Direct Rex Equation إذن معناها رح يصير سالب P تساوي ثني أم يعني معناها رح يصير عندي P تساوي سالب ثني أم هذه معادلة رقم ثني بنفس الكيفية أقول إذا كان قانون القطع المكافئ سين سالب فلابد أن بؤرته ستكون سالب P صفر يعني معناها هذه البؤرة يعني معادلة الدليل شنو معادلة الدليل X تساوي P وهو ناطين X تساوي 2 M إذن هذه تمثل معادلة الدليل وبالمناسبة لمكاتب البؤرة لا يوجد مشكلة التي كاتب رأسا معادلة الدليل المهم P تساوي 2 M هذه معادلة رقم ثن M إذن سالب 9 M أعوضهم بالمعادلة رقم 2 بالحالة الأولى P ستطلع السالب 6 وقول هذا الاحتمال مستحيل إذن مستحيل P بالقطع المكافئ يكون سالب وهنا من أعوض بالمعادلة رقم 2 يعني معناها P تساوي 6 إذن هذا الاحتمال الصحيح يعني معناها بؤرة القطع المكافئ اللي سمى ليها M 1 أو F 1 هي سالب 6 0 إذن هذه تمثل بؤرة القطع المكافئ الأول يقول لي ناجد قيمة M ويقول لي جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل إحدى بؤرت F 1 عرفت الأفوان وطول محوره الحقيقي طول القطعة المستقيمة F 1 F 2 أنا لسا محسبتها إذن يقول لي وكانت F 2 بؤرة القطع المكافئ الثاني إذن إذن رح أروح للقطع المكافئ الثاني رح أقول هنا Y تربيع شي ساوي يساوي سالب 8X إذن هنا Y تربيع زائد 8X يساوي 0 يعني معناها رح يصير Y تربيع تساوي سالب 4PX يعني سالب 4P تساوي سالب 8 يعني معناها P تساوي 2 إذن إحداثي F2 شنو هو سالب 2 صفر إذن هذه بؤرة القطع المكافئ الثاني هس رح أنتقل إلى القطع الزائد السؤال خلي نجيب هنا هس رح أنتقل للقطع الزائد يقول لي طول محوره الحقيقي هو طول القطعة F1 F2 إذن معناها رح أقول رح أقول 2 أي تساوي مال من مال قطع الزائد يعني هس هنا تحول السؤال إلى قطع زائد طول القطعة المستقيمة F1 وF2 وهذه الفكرة جدت وزاري 2021 تطبيقي دور أول إذن معناها رح أجي أطبق قانون المسافة بين F1 وF2 إذن رح أقول سالب 6 ناقص سالب 2 يعني معناها زائد 2 تربيع وصفر ناقص صفر تربيع هذا صفر أو أقول سالب 2 زائد 6 تربيع ماكو مشكلة يعني معناها رح يصير عندي جذر 16 يعني معناها رح يصير عندي 2 أي تساوي 4 إذن معناها الأي تساوي 2 وبعد يقول الذي إحدى بؤرتين أفوان الأفوان طلعت عندي سالب 6 صفر إذن رح أقول موجب أو سالب 6 صفر هذه ش تمثل إذن هذه تمثل البؤرتين القطع الزائد يعني معناها صار عندي السي تساوي 6 والبؤرة تقع على محور السينات صار عندي السي الأي معلوم والسي معلوم إذن مباشرة العلاقة الرئيسية سي تربيع تساوي أي تربيع زائد بي تربيع يعني معناها 36 تساوي 4 زائد بي تربيع يعني معناها البي تربيع يساوي 32 إذن صار عندي الأي تربيع بي تربيع معلومة القلت الآن البؤرة تقع على محور السينات يعني معناها X تربيع على أي تربيع ناقص Y تربيع على بي تربيع يساوي 1 يعني معناها X تربيع على أي تربيع 4 ناقص y تربيع على b تربيع 32 يساوي 1 إذن هذه رح أقول عليه equation of fiberbola أو رح أقول هنا معادلة القطع الزائد إذن تقسيم الدرجة لهذا السؤال الاحتمالياً مع القطع المكافئ كل احتمال رح يكون عليه خمس درجات كل احتمال رح يكون عليه خمس درجات وهذا القطع المكافئ الثاني أيضاً رح يكون عليه خمس درجات إذن صار عندي 15 درجة وإيجاد قيمة الـ 2A اللي هي F1 F2 رح يكون عليها خمس درجات وباقي السؤال رح يكون عليها خمس درجات إذن هنا السؤال إن شاء الله مفهوم وقلت لك الفكرتين كل وحدة وحدة هي جتب الوزاري لا يقولوا لك أسئلة إثرائية ولا تقراها ولا يقولوا لك إذا يشلع قلبك أستاذ قصي إذن كلها جاية بالوزاري وممكن تعاد ولكن اتعمدت ما أجيب لك السؤال نصاً على ما تتأكد من نفسك أنت محافظ السؤال أنت فاهم السؤال ويتقدر تجاوب أي سؤال في حالة إجراء تغيير على هذا السؤال والسؤال الرابع إن شاء الله يكون سهل جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه تنطبقان على بؤرتين القطع الناقص السي تساوي سي ويمس دليل القطع المكافئ أكس تربيع ناقص 16 ويساوي صفر Find the equation of a hyperbola whose center is the origin and whose foci applied to the foci of an ellipse ونطبق معادلته and tangent the directrix of parabola x square minus 16y equals 0 إذن السؤال أيضاً رح أجي أقسمه إلى ثلاثة أقسام رح أجي أخذ القطع الناقص وحدا ورح أخذ القطع المكافئ ورح أجي أنهي السؤال بالقطع الزائد في القطع الناقص إذن هنا رح أجي أقول في القطع الناقص in ellipse الأي تربيع ويفضل إعادة كتابة المعادلة الأي تربيع تساوي 52 البي تربيع تساوي 16 يعني معناها سي تربيع تساوي أي تربيع ناقص بي تربيع يعني معناها 52 ناقص 16 اللي هو 36 يعني معناها السي تساوي 6 جيد على يا محور ما طول بدت بالواي مو فقط بدت بالواي الكبير ما طول جو والواي تربيع لأنه نحن قلنا بالقطع الناقص يكون الأي تربيع هو المقام الأكبر دائماً أينما وجد فإذا كان تحت الأكس تربيع فإن البؤرة على السينات وإذا كان تحت الواي تربيع فإن البؤرة على السينات يعني معناها رح أقول رح أقول إذن صفر موجب سالب ستة إذن رح أقول بؤرتين القطع الناقص إذن هنا مندي يقول لي بؤرتاه تنطبيقان على بؤرتين القطع الناقص إذن هنا رح أقول وهما شنو وهما بؤرتين القطع الزائد طبعاً هنا أبو العربي من يسمعني ما يقبل يقول لازم يقول بؤرتاء القطع الناقص على اعتبار أنها مبتدئ ولكن ما يخالف تعبر إذن معناها صار عندي بالقطع الزائد شنو إذن صار عندي بالقطع الزائد رح أقول هنا السي تساوي ستة والموقع وين موقع البؤرة على محور الصادات إذن رح أروح للقطع الزائد أقول والذي يمس دليل القطع المكافئ إذن متعلمين إحنا من يقول لي يمس دليل المكافئ لازم أحسب البؤرة ومن خلالها أستنتج معادلة الدليل ومن خلالها أستنتج نقطة التماس وهذه نقطة التماس أقول عليها تنتمي إلى القطع الزائد أي نقطة بيها صفر تنتمي للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل بالتأكيد تمثل أحد رأسي القطع الزائد إذن نروح للقطع المكافئ رح أقول أكس تربيع تساوي 16 واي المن يشبه يشبه الأكس تربيع تساوي 4 في واي يعني معناها الأربعة في تساوي 16 يعني معناها البي تساوي أربعة إذن البؤرة شنو إذن معناها بؤرة القطع المكافئ هي 0 أربعة إذن هذه تكتب مقابيلها بؤرة القطع المكافئ وراها معادلة الدليل شنو رح تقول لي واي تساوي سالب أربعة إذن تكتب مقابيل هذه معادلة الدليل ووراها رح تقول لي إذن 0 سالب أربعة هذه رح تقول عليها نقطة التماس contact point ورح تقول هنا تنتمي إلى القطع الزائد بلون هايبر بولا إذن معناها الأي تساوي أربعة صار عندي الأي معلومة وصار عندي السي معلومة أيضا العلاقة الرئيسية حلال مشاكل يعني معناها رح أقول سي تربيع تساوي أي تربيع زائد بي تربيع يعني معناها رح يصير 36 تساوي 16 زائد بي تربيع يعني معناها البي تربيع تساوي 20 البؤرة تقع على محور الصادات يعني معناها واي تربيع على أي تربيع ناقص X تربيع على بي تربيع يساوي 1 يعني Y تربيع على 16 ناقص X تربيع على عشرين يساوي واحد إذن هذه تمثل معادلة القطع الزائد إذن انتهى حل هذا السؤال وانتهت حلول الأسئلة إلى لقاء متجدد معكم إن شاء الله أستودعكم بأمان الله وحفظه طبعا بالمناسبة توزيع الدرجة في هذا السؤال بالنسبة للقطع الناقص رحطي عليه سبع درجات بالنسبة للقطع المكافئ أيضا رحطي عليه ثمان درجات وبالنسبة للقطع الزائد رحطي عليه عشر درجات اللي محاسب لي البؤرة رأس المعادلة الدليل يمنح الدرجة ما عدي مشكلة إذن شكرا بحسن أصغائكم في أمان الله